الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين اهلا بكم كشف خبراء اقتصاديون عن خسارة العراق مليار دولار شهريا بسبب توقف صادرات كردستان النفطية وقال الخبراء ان استمرار توقف صادرات النفط من كردستان العراق وكاركوك يعني ان العراق يخسر شهريا مليار دولار مؤكدين ان العراق يخسر نحو 25 مليون دولار يوميا بسبب توقف الانتاج في كردستان وبينا الخبراء ان ارتفاع سعر خام برينت الى 78 دولارا يرتبط الى حد كبير من خفاض صادرات النفط من كردستان العراق وكاركوك مشيرين الى ان الصادرات كانت تصل الى نصف مليون برميل يوميا وتشكل 0.5% من الانتاج العالمي للنفط عزى رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطوان عدم استقرار الاقتصاد العراقي بسبب الاعتماد على النفط في ايرادات الدولة فقال العطوان ان الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط كمصدر اساس وبنسبة 90% من ايرادات البلد يبقى اقتصادا غير مستقر مضيفا ان المعالجة الحقيقية لهذا الموضوع تكمن في دعم القطاع الخاص عبر مجموعة قرارات تسهم في تنشيطه وتأسيزه وهناك تشريعات يسعى لها البرلمان ومنها الشراكة من القطاعين العام والخاص وقانون الضمان الاجتماعي وتوحيد التعرف الجملكية وغيرها تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اطلاق حملة الانتخابية بخفض التضخم الى اراقم في خانة الاحاد ودعم النمو الاقتصادي فقال اردوغان ان حكومته ستواصل تنمية اقتصاد البلاد من خلال الاستثمار والتوظيف والانتاج والصادرات والفائض الحالي مضيفا انهم سيرفعون حجم التجارة الخارجية للبلاد الى تريليون دولار وجذب 90 مليون سائح وادت سياسة اردوغان القائم على خفض اسعار الفائدة بشدة الى اصول التضخم لذروته في 24 عاما متجاوزا 85% في شهر 2021 قبل ان ينزل الى نحو 50% في شهر اذر استقر تسعار النفط في الغالب حيث تنتظر السوق بيانات التضخم الامريكية التي من المرجح ان تؤثر على سياسة مجلس الاهتياطي الفيدرالي بشأن رفع اسعار الفائدة في المستقبل هذا وارتفع خام برينت بمقدار ثلاثة سنتات ليصل الى 85 دولار و64 سنتا فيما خفض خام غربي تكساس الوسيط الامريكي بمقدار سنتين ليصل الى 81 دولار و51 سنتا للبرميل في غضون ذلك اظهرت بيانات من معد البترول الامريكي ارتفاع مخزونات الخام بنحو 380 الف برميل في الاسبوع المنتهي في السابع من نيسان كما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 450 الف برميل وفي حالة سلبية للطلبة على النفط قلص صندوق النقد الدولي امس توقعاتي للنمو العالمي لعام 2023 مشيرا الى تأثير ارتفاع اسعار الفائدة خفض صندوق النقد الدولي توقعاتي للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مطمعنا في الوقت ذاته الى ان الاقتصادات الرئيسة ستتجنب الركوت واتوقع صندوق ان ينمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنسبة 2.8% بانخفاض طفيف عن تقديراته السابقة كما خفض بالنسبة عينها توقعاتي لنمو الاقتصادي في عام 2024 اذ بات الثلاثة بالمئة وكانت المدير العام لصدوق النقد الدولي كريستان لينا جورجيفا قد رأت ان الوضع كان سيكون اكثر قتامة لو لا تأثيرات اعادة فتح الصين وتسرع النمو في الهند ما سيسهم بنصف النمو العالمي في عام 2023 ولان ما اسعار العملات الاجنبية واسعار المعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختم الموجز دونتم بامان الله اشتركوا في القناة